سيطر اللاعبون المصريون على جوائز بطولة الجودو العربية المقامة ضمن فعليات مهرجان العالمين في نسختها الثانية والمقامة بمدينة العالمين الجديدة يأتي هذا التألق بدعم كبير من المشروع القومي للشباب الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية لتأهيل وتدريب المواهب الرياضية لرفع اسم مصر بالمحافل الدولية تألق مصري كبير في بطولة الجودو العربية التي تقام ضمن فعليات مهرجان العالمين الجديدة تألق جسدته فاطمة جابر اللاعبة المصرية بالمشروع القومي للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة والتي تمارس رياضة الجودو منذ نشأتها لتصل في عمر السابعة عشر وهي تحقق عددا من المدليات والبطولات وكان آخرها تألقها في هذا النزال لتحصل على الأول في ميزان 48 ويأتي هذا التألق بدعم كبير من المشروع القومي للشباب الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية في تأهيل وتدريب المواهب الرياضية لرفع اسم مصر بالمحافل الدولية أنا بدأ جوده من هنا في 2012 طبعا مشروع قومي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة طبعا هو فعلا بيقف جمينا جدا بيدخلنا بطولات طبعا موادين نفسيين قبل ما ندخل المارش كانوا معنا موجودين وكل حاجة تبقى كويسة الحمد لله فاطمة بقال معي أربع سنين نجحنا بفاطمة قبل كده أن نحن نجيب أول عرب سنة الفاتت وكان برضو الفاينال مع الجزائرية قبل كده فاطمة كسبانا تلت أفريقيا فاطمة انضمت لفريس صفوح تلعب مع أستاذنا كبير كابتن حلم حسين المشروع قومي أصلا بدعم معالي الوزير أشرف صبحي فارق كتير جدا وكل سنة بيزيد تقلق أكتر بقى أعلى مجموعة كبيرة أول من الأبطال اللي موجودة في المنتخب مصر أساسيين من المشروع قومي لعبت مع الكويت وهو أصلا كان في مزان الكويت نجح حصلت عن مركز الأول البطولة العربية للجود في عامها الثاني تحظى بتواجد كبير للجنة تحكيم تضم عددا من الخبرات التحكمية المحلية والعربية لتطبيق قواعد هذه الرياضة على المتسابقين وسط أجواء تنظيمية قدمتها لهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتسهيل عملهم بالبطولة التي أشادوا بتنظيمها وسط أجواء مدينة العالمين الجديدة الساحرة جديد السنة برضو لعمل الاتحاد المصري بسبب نسبة وجودة البطولة على أرض العالمين استدعينا ثلاث حكام من الاتحاد الدولي يعتبروا من أفضل ثلاث حكام على مستوى العالم متواجدين مع الحكام المصريين واحتكاكنا بيهم برضو أضاف الكتير أولنا المرة الثانية لنجي لمدينة العالمين والله إلا شرف كبير أن نحضر لمدينة العالمين ودرنا تحكيم هنا بكل ارتياحية ونشكر السلطات المصرية ونشكر كل المسؤولين للحكام المسؤولين على هذا المنفسة يعني استقبلونا أحسن استقبال تتواصل بطولة الجود العربية حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري بمشاركة عشر دول بإجمالية 500 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار وسط أجواء تشجيعية وتنافسية كبيرة وإتاحة الفرصة للتبادل الثقافي بين اللاعبين المشاركين من الدول العربية محمود جميل التلفزيون المصري